أعلن مدير عام رعاية صحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخر عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها ثلاثة مخالطين وأن جميع المصابين كانوا يعملون في مصنع دجاج في مدينة اللد ما يرفع إجمل الإصابات في فلسطين إلى أكثر من 200 إصابة وأشار الشخر إلى أن هناك ربط كبير بين الحالات المصابة حيث أن المصنع في اللد ومصنع عطاروت يتبعان للشخص نفسه مبينا أن الطواقم الطبية ستقوم بعمل بحثي لمعرفة مدى ربط الإصابة بشكل عام البوادر هي تسير بالاتجاه الصحي هذا وعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مؤتمر صحفي استنادا لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوما أنه سيستمر بإغلاق كافة المرافق التعليمية وإغلاق كافة المعابر وتوقف الحركة بين المحافظات وبين القرى والمخيمات والمدن الرئيسة وقال اشتيائنا الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض بسبب عودة 45 ألف عامل فلسطيني إلى بيوتهم وطلبهم بالتزام منازلهم مدة 14 يوما لمنع تفشي الوباء ترجمة نانسي قنقر